توجه اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية العداء مريم جمال بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 والتي قررت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لألعاب القوى منحها إياها هذا التتويج جاء بعد تحقيقها للمركز الثالث والميدالية البرونزية في نهاي سباق 1500 متر للسيدات بأولمبية لندن لتتحول إلى الميدالية الذهبية أثر سحب الميداليتين الذهبية والفضية من صاحبتين المركز الأول والثاني من السباق بسبب المنشطات جاء ذلك في حفل التتويج الرسمي الذي نظمته اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد في مجلس سموه بقصر الوادي وكان الحفل قد بدأ بعصف النشيد الأولمبية الذي يعتبر أحد الرموز الأولمبية وذلك وفقا للقواعد التي تتبعها اللجنة الأولمبية الدولية أثناء تتويج الأبطال بالميداليات الأولمبية عقب ذلك ألقى سموه كلمة رحب فيها بالجميع في حفل تكريم البطلة العداء مريم جمال لحصولها على الميدالية الذهبية في أولمبية لندن في سباق 1500 متر للسيدات متمنيا كل التوفيق والنجاح لها في مسيرتها الوطنية بعد ذلك انتقلت الكلمة لسعادة سيد محمد حسن النصف فلمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية التي أعرب فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذا الانجاز المتميز لللجنة الأولمبية موضحا أن الفوز بالميداليات الأولمبية يمثل قيمة كبيرة وانجازا باهرا في مسيرة الدول والشعوب ومؤكدا الاعتزاز بأول ميدالية أولمبية حققتها العداءة مريم جمال في تاريخ مملكة البحرين وأول ميدالية لفتاة خليجية وبدورها أعربت العداءة مريم جمال عن بالغ شكرها وامتنانها لللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد والاتحاد البحريني لإلعاب القوة على دعمهم لها طوال مشوارها الرياضية طبعا بدعم من الرعي الأول للرياضة سيدي جلالة الملك وتطلعات وراء سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد في تطوير الرياضة والوصول إلى العالمية والأولمبياد والوقوف على منصات التتويج اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد لم تعلوت جهدا في وضع الاستراتيجيات للوصول إلى منصات التتويج في 2024 و2028 العداء مريم جمال هي أول بحرينية وأول خليجية تفوز بميدالية أولمبية ذهبية فهذا بلا شك أنه يعطي ويشجع جميع لاعبي ولاعبات ورياضية المملكة في الوصول إلى العالمية ورفع راية مملكة البحرين خفاقة عالية ترجمة نانسي قنقر